أنهى البرلمان الاستعدادات الفنية لعقد جلسة انتخاب رئيس الجمهورية في السابع من هذا الشهر وقال شاخوان عبدالله النائب الثاني لرئيس البرلمان إن جلسة انتخاب رئيس الجمهورية لن تتأجل ولو ساعة واحدة عن الموعد المقرر مضيفا أن البرلمان ملتزم بالتوقيتات الدستورية وهي غير مرتبطة بالخلافات السياسية بين المتنافسين ونشر الموقع الرسمي للبرلمان أمس أسماء 25 مرشحا مقبولا للتنافس على منصب الرئيس في جلسة الاثنين المقبل أبرزهم هوشيار زيباري وبرهم صالح